اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من العقرب والقوس هي منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق النعائم هي موجودة بالقوس كاملة ولكن الشوالة هي اللي بتيجي ما بين البرجين بما انه القمر موجود في برج العقرب الآن طبعا ما فيه اي زوايا فلكية في زاوية يعني مساء الساعة 9 وتسعة وثلاثين دقيقة مساء من مساء الليل اللي هي الاحد بتتشكل اخر زاوية ذكرناها في حلقة الامس ما راح نعيدها اليوم طبعا بيبدأ عنا خلو المسار ساعة تسعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا مد آآ ثمانية واربعين آآ ثمانية واربعين آآ آآ تقريبا هيك ثمانية واربعين دقيقة اكثر لا اكثر من هيك يعني تقريبا نقدر نحكي ثمان آآ ساعة وثمان دقائق آآ مدة خلو المسار آآ هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او كطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني القمر الساعة عشرة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الاحد اللي هو بث الحلقة القمر بنتقل الى القوس وبيستقر في القوس وبيبدأ يشكل اول زوايا عشان هيك من ساعات المساء مساء اليوم وطيلة يوم الاثنين القمر موجود بالقوس بنشعر بالابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحن ومننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا الى عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة في هاي الفترة بوسعنا التركيز على موضوع الى علاقة مثلا باقتراض المال او دراسة لغة جديدة او الاستمتاع بهواية ما او تجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد الى علاقة برضو للي حابين يخذوا مجالات العلاقة بالفلسفة بالدراسات الدينية بالامور النشاطات الفكرية كلها هاي فترة ممتازة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في زاوية جديدة دخلت على الخارطة الفلكية وبلشت تتشكل زاوية منفصلة ولكن بدأت بذروتها اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي رح تكون بين الشمس وبين نبتن وهاي طبعا تأثيراتها القوية بما بين 13.6 لغاية 20.6 طبعا ذروتها يوم 16.6 هي لها تأثيرات تقريبا لها 4 ايام ولكن انه الان بدأت ذروتها يعني من يوم 10 تقريبا بدأت الذروة تعتاوه من يوم 9 اللي هي نوع من انواع الاحساس بطاقة السلبية تعتهاي الزوايا هذه الزاوية بتجعل البعض يعيشوا في اوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في الحكومة او في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري ربما غرق بعض السفن في هاي الفترة او البواخر او مشاكل الها علاقة بالنقل او الها علاقة بالسفن برضو هاي بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة او التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات او الطفانات ربما يعني يكون في بعض الاماكن نوع من انواع تسرب للغاز او حوادث التسمم الجماعية في هاي الفترة بتكثر وارتفاع في اسعار النفط بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليف الايجابية بين الشمس وبين زحل والتي تاثيراتها من يوم 12 ستة لا يوم 20 ستة هاي بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الزهرة وما بين اورانوس اليوم اخر يوم لتاثيراتها هاي الزاوية حكينا ممتزجة هي خليط ما بين السعادة والنحوسة فهي بتأيي الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل اكبر كما انه بهاي الفترة بتكون شعبيتنا في تصاعد طبعا هذا بنطبق على بعض الابراج ولكن بعض الابراج او بعض المواليد يتوقع لاي علاقة غرامية ضعيفة انها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع يعني العلاقات اللي فيها مشاكل او مش ثابتة ممكن انها تنتهي بشكل سريع ومفاجئ بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين عطارد وبين بلوتو برضو اليوم هاي اخر يوم لتاثيراتها هي اللي بتزيد من حد الدهنة والحدث والنقد وتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا في عنا زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها الساعة سبعة وخمس وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني هاي تاثيراتها بتبدأ من ساعات الصباح الباكر وبتستمر لغاية ساعات العصر منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية الحدث اللي بدو يصير اليوم اللي هو انتقال كوكب عطارد من برج الثور الى الجوزاء رح ينتقل اليوم الساعة ثلاثة وستة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج رح ينتقل لبرج الجوزاء وطبعا رح يمكن في برج الجوزاء بحركة امامية لغاية يوم خمسة سبعة صباحا الساعة ستة واربعة وعشرين دقيقة صباحا طبعا بيستفيدوا موليد برج الجوزاء في مجالات الدراسة والمطالعة والاتصالات والمواصلات وبرضو موليد الابراج الهوائية والنارية يعني زي الميزان الدلو الحمل الأسد القوس وكل شخص تواجد عنده ساعة ولاده كوكب عطارد في برج الجوزاء طبعا التفاصيل وتأثيراته على جميع الابراج في حلقة موجودة على القناة يعني نزلت اليوم السبت مثلا صارت موجودة على القناة بتقدروا ترجعوا وتحضروها عشان تعرفوا التأثيرات لكل برج ايش تعطيه ايجابية او اذا في سلبيات اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت الايجابية ما بين القمر وبين نبتون وهاي راح تكون ساعة عشر وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينيج هاي الزاوية طبعا تأثيراتها من ساعات العصر بتبدأ هي اللي بتعزز الخيال للخصب وبتقوّل حدث وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية اليوم الكبد والعجز عظم الفخد عظم اخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي العضاء اللي ذكرناها هي الاكثر حساسية واللي لازم انه بخلال هذي الايام اللي القمر بيكون موجود فيها بالقوس انه نبعد عن العمليات الجراحية بما يتعلق بهاي العضلات هو اساسا بالايام هاي لا تصلح العمليات الجراحية الكبيرة الا للظروف الطارئة جدا 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 لانه اول اشي مراحل اكتمال القمر يعني ميوع بالدم ففيه مخاطر لأمور النزيف وما نزيف والأمور هاي وهي الاعضاء تحديدا اللي احنا ذكرناها هادي يعني حاولوا قدر الامكان انه اللي عنده عملية انه يأجلها لانها نقطة ضعف وحساسة فالأعراض بتكون شوي فيها نوع من انواع صعوبية الا اذا كانت طبعا القدر بلعب نوع كبير فالضروري او لازم بخلال الفترة عملية لهذه الامور فالأمر لله وحده بالنسبة لهذا اليوم طبعا خلال هاي الفترة من الان لغاية يوم عشرين الشهر اللي هو عشرين ستة الفترة هاي غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحق مثل الجراحة تحديدا ولكن كمعالجة وشرة امور الها علاقة بتصفي والتنقي والبشرة والامور هاي فترة يعني ما فيها اي مشاكل ولكن الامور الجراحية الحساسة او اللي بتطلب عمليات جراحية ولازم النتائج تكون فيها مرضية فانا ما بنصح لانه الزهرة نحيسة في هاي الفترة منتحسة فسلبيتها عالية جدا بتأثر على عمليات التجميل واكتمال القمر بأثر على هذا الموضوع فانا بنصح التأجيل لغاية ما بعد عشرين ستة بالنسبة لهذا اليوم طبعا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بما يختص لأمور الحجامة برضو منعيد ومنكرر لانه فيه اشخاص كثير تطلب منا انه افضل الايام للحجامة طبعا اليوم الاثنين هو من الايام الاقل حظا بعملية الحجامة ولكن يوم الثلاثاء الاربعاء الخميس هذول الثلاث ايام هم افضلها واقواها لامور الحجامة بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج القاوس خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الثلاثاء ارباطاش ستة فيه تمام الساعة ثنتين وسبعة وخمسين دقيقة عصرا وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وثلاث عشر دقيقة مساء لا يستقر القمر بعديها في برج الجديد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل ارباطاشر يوم في تمام الساعة خمس وعشرين دقيقة مساء بيصبح خمستعشر يوم نسبة الإضاءة خمس وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة طبعا هي الآن سعيدة بنسبة خمستعشر في المية لغاية ساعات المساء بتظل هيك بعدين تتغير لمنتحسة بنسبة عشر في المية القمر في العقرب بده ينتقل للقوس رح يستقر طبعا رح نذكر كأنه في القوس وهو حتى يوم أرباطاش ستة هو الآن سعيد بنسبة خمستعشر في المية في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة لغاية خمس واربعين في المية في ساعات العصر بترتفع كمان لنسبة سبعين في المية ولكن مع غروب الشمس وما بعدها بتنزل بالسعادة لخمس واربعين في المية عطارك في الثور وبدو ينتقل للجوزاء اليوم طبعا رح يضل في الجوزاء لغاية يوم خمس سبعة سعيد بنسبة خمستعشر في المية الزهرة في الثور حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الحمل حتى يوم خمس سبعة سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الحمل حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة سعيد بنسبة خمس وعشرين في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 15% ورانوس في التاور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28 ست سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم الطاقة عالية جدا 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 والسبب ان القمر موجود في البيت التاسع بيت اللي له علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة أو مع اشخاص خارج البلاد فترة ممتازة جدا بتشعروا بقوة العاطف فيها وبتشعروا بتجاوب احبائكم معكم برضو الفترة هاي بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة او فكرة جديدة من بعض موليد برج الحمل اليوم بيتلقوا اشارة او خبر وبتكون الفترة هاي الدينماكية جدا وبتشكل محطة للانطلاقة بورشة جديدة الفترة هاي مميزة جدا على المستوى الدراسي زي ما حكينا وعا مستوى السفر مستوى العلاقات بالاجانب برضو اللي بشتغلوا في مجالات الاستراد والتصدير فهي فترة ممتازة جدا واللي عنده قضية قضائية اليوم اذا عنده الجلس اليوم او بده يبدأ في قضية فيبدأها اليوم لانه هذا يوم مناسب ولمصلحته برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود في البيت الثامن اليوم اخف من يوم امس من الضغوطات اللي كانت موجودة عليك في اليومين الماضيات لانه القمر كان مقابلك فابتداء من اليوم بصير التركيز على الامور المالية بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة الفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النقاقات المتصاعدة قدر الامكان اهم شي انكوا تحسنوا من ادائكم فوضوا بمرونة استفسروا عن كل المعطيات حاولوا ايجاد حل وسط حذروا المواقف المتصلبة ما تكون قاسي مع احبائك وما تهمل الواجبات طبعا الفترة هايل واليوم وبكرة ايام مناسبة لا مطالبة بحقوق لا اليك او بامورك المالية او استرداد بعض الاموال اللي لا اليك الفترة القمر فيها قوي جدا خصوصا هذا اليوم عشان هيك بساعدك على مكاسب مثل ما ذكرنا برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا هم من الاشخاص اللي اقل حظا خلال هذا اليوم السبب ان القمر استقر الان امامهم في برج القوس وهو هذا مقابلهم تماما هاي فترة مناسبة فقط لتعزيز شراكة سواء في مجال العمل او شراكة العاطفية ما بينهم وبين الازواج بدهم يتجنبوا اليوم الغضب والانفعال وما تخلي اي شخص يستفزك حاول انك تحمي سمعتك ما تشوهها برضو اليوم ممكن يكون في خوض لامتحان هذا الامتحان يعني بده يكون استثنائي لانه اذا نجحت فيه ممكن تحصل على جائزة اهم شي انك اليوم تتحامل عن نفسك تضبط اعصابك تبعد عن المشاكل القضايا القضائية يعني شوية لالها علاقة بالطلاق والامور هاي ممكن تكون لصالحك برج السرطن بالنسبة لموليد برج السرطن طبعا القمر موجود في البيت السادس الان اللي هو بيأثر على العمل وبيأثر على الصحة فعشان هيك طبعا الصحة ما فيه خوف كتير لانه القمر طاقته ايجابية رغم انه الشمس لانها في بيت المتاعب بتضغط عليك بشكل كبير وبرضو الان مراحل انتقال العطارد اللي بيجي برضو لبيت المتاعب فهنا بتزيد عندك الاوهام بزيد عندك الوسواس فبتكون تحذروا يا موليد السرطن من هاي الفكرة بالبداية اليوم انجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك عشان ما تتعب جسمك وبرضو بتكون تنتبهوا لغذائكم وراحتكم بدك تكون واضح في اولوياتك ما تخلي اي شخص يثير انفعالاتك او غضبك نظم مقتك بشكل جيد التزام منك بالواجبات والمسؤوليات وحاول انك اليوم برضو تحترم الموعيد اهم شي انك تراقب وضعك النفسي ووضعك الصحي برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احباك ومتعزيز العلاقة معهم طبعا اليوم عاطفي بشكل كبير اليوم عاطفتك باوجهة لانه القمر موجود في البيت الخامس فبدعمك للتقرب من كل احباك يعني بمعنى الحبيب العاطفي بداية علاقة جديدة العودة لعلاقة سابقة تفقد حبيب قديم او تعزيز العلاقة مع الحبيب الحالي يعني بمعنى الطاقة العاطفية عالي جدا وما بيتخلى الحظ المالي عنكم برضو بترتفع المعنويات اهم مش انك تكون اكثر مرونة ممكن تحقق انجاز مهم اذا اليوم يعني ما تصلبت برأيك بتنتعيش العواطف عندك من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة الاهم من هيك انه اليوم برضو التركيز رح يكون على الامور التجميلي او على اللباس والهندام اهم اشي عمليات تجميلية بعدو عنها ما في داعي لاخوض اغمار هاي المسائل بهاي الفترة لا خصوصا لا يوم عشرين الشهر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا الفترة هاي التركيز كلها على الامور البيتية والعائلية رح يتركزوا بشكل كبير على ادخال تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا نوع من انواع التعاون ما بينكم وبين افراد العائلة بتكثر عندكم الضغوط والمتاعب لانه هذا الخمر بشكل زاوية تربيع ولكن كلها مسائل بتتعلق بافراد العائلة او البيت او التجهيزات تصليحات ترميمات مشتريات بيتية هي اللي اكثر ضغطا عليك هاي فترة تحمل نوع من انواع التوتر التوتر هذا بكون على الصعيد الشخصي او العائلي بتكون تحاذروا من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن اتعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من انواع الارباك ولكن هاي الفترة ممتازة والتنقلات والنشاط الحيوية والحركة يوم نشط جدا حتى هذا اليوم مناسب على مستوى الامتحانات وبتقدروا تعززوا العلاقة مع الاخوة والجيران يعني اليوم بناسبك فيه تكثيف التحركات بكل الاتجاهات ممكن تعبر عن اراءك بحرية وجراءة تمة وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة يعني تعتبر فترة ايجابية دعم لك على كل المستويات اللي عنده سلعة معينة حابب يروجلها بيقدر يروجلها اليوم ويحصل على نتائج حتى بيع او شراء سيارة او الاهتمام بسيارة باجهزة الالكترونية حتى لو مشتريات او استبدال او صيانة لهاي الاجهزة فهي برضو ممتازة برج العقرب بالنسبة لما ولد برج العقرب طبعا القمر الان في البيت بيت المال بالنسبة للك يعني هذا يوم بيحمل فرصة لمكسب مالي ولكن على الاغلب هاي المكاسب دائما تيجي من عمل اضافي او من طرف اخر مستردات هبات دعم هدية اموال للك بترتب فواتير او بيكون عندك بعض النفقات ولكن بتكونوا حذرين من النفقات لانه عندكوا رغبة للمشتريات بشكل كبير وهذا بيسوي نوع من انواع الاسراف امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا اليوم لمرحلة جديدة تحدد فيها اولوياتك او ميزانية مالية زي ما حكينا برضو ممكن بعضكم يتلقى هدية او يقدم على استثمار معين يعني برضو في بعض المصاريف المنزلية الطارئة بدكوا تنتبهوا ما في داعي للمصاريف برج القوس طبعا موليد برج القوس اللي هم يومين ضغط 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 بشكل كبير يعني السبت الاحد من مساء يوم الجمعة بدأت ضغط عليهم اليوم برضو لحد الان موعد بث الحلقة يعني ها بلشت الاجواء تتغير بشكل نسبي كل ما اقتربنا لمنتصف الليل كل ما صارت الطاقة اعلى لانو القمر خلص بدي يستقر في برج القوس عشان هيك اليوم ثقتكم بانفسكم كبيرة بعمكم النشاط بتقدروا تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية بتطالعك هاي الفترة على خبر الخبر هذا او اشارة ممكن يكون بتنتظروا من فترة طويلة وبتبدأ فيها انطلاقة جديدة فترة ناشطة وحماسية طبعا لانو القمر راح يكون عندك فهي الفترة القادمة كلها ممتازة جدا اليوم ممكن تتلقى جواب او تنطلق بمشروع ما على كل المستويات حتى على المستوى العاطفي او المالي او حتى التجميل او الامور هاي كلها حتى الحب عندك انت ملفت للطرف الثاني بشكل كبير برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا هم اكثر او اضعف الابراج حظا خلال هذا اليوم مع الجوزة يعني هم الجوزة يعني مضغوطين السرطان في نوع من انواع الضغط على نوع معين ولكن الجدي القمر صار موجود في بيت متاعبكم وهذا لحاله بتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم عدم المبالغة في انجاز ما لديكم من اعمال متراكمة حاول انك تستريح وما تعرض نفسك للمسئوليات الكبيرة والصعبة فترة فارغة بدك تخفف من وطيرة عملك ما تحسم امر ما تنجرف وراء افكارك السوداء والهواجس والوسواس والقلق والامور هاي طبعا هذا بسبب انه القمر في بيت المتاعب فاي شخص برضو بالفترة هاي بيوعدك بشيء ما رح يوفي نسبة كبيرة من الاشياء ممكن تتعطل او ما تزبط او حتى اذا اليك موعد ممكن يلغى فعشان هيك اعمل بشكل روتيني وما تتخذ اي قرارات خلال الايام القادمة برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم اشخاص اليوم ممكن يحققوا امني بمساعدة صديق ومنكم اشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة الفترة هاي جيدة عن المستوى الاجتماعي لازم تستغلها اجتماعيا اذا اليك مصلحة اليك شغلة مش ماشية وبدك حد يساعدك فيها ما اليك غير معارفة هم اللي بيدعموك اليوم بيحملك لقاء او موعد ناجح ومميز ممكن دعوة حفلة مناسبة بداية لقاء اجتماعي اهم اشي انكمتهم الواجباتكم وتكونوا منظمين ودقيقين ما في داعي لفرض السلطة والسيطرة والتحكم بالاصدقاء والمعارف بدك تكون مرن عشان الامور تمشي لصالحك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت القمر صار في البيت الرابع اه او تربيع معك اللي هو البيت العاشر اللي له علاقة بالعمل له علاقة بالسمعة فعشان هيك هاي فترة مناسبة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل خلال هذا اليوم قدموا طلبات او لقاءات او دعمة من المسؤولين ممكن اليوم يصير فيه تكريم او ترفيع او ترقي لبعض موليد برج الحوت اه اللي بيعملوا بينجحوا بتدفع بمصالحهم بتقدروا تحافظوا على انجازاتكم القائمة ممكن تدافع عن سمعتك بلكنك تبعد عن المشاكل تثبت وجهة نظرك بشكل قوي بتغير على مصالحك وممكن تكون هاي الفترة بمعنى اخر يا اسوأ يا انجح ايام الشهر على حسب جهوزيتك انت اذا كنت مستعد والتزمت باللي انا ذكرته من ناحية عملك او من ناحية علاقتك بالمسؤولين ما قصرت ما تغيبت معناته فترة جيدة اذا غامرت وجازفت وعملت اشياء بتشوه السمعة فانت اليوم راح تكون اضعف الاشخاص طبعا تأثير القمر معروف انه هو بيكون ثقيل لما بيكون في البيت العاشر ثقيل على الاعصاب ثقيل على المعنويات اهم اشي انك ما تتذمر على مسمع من احد حاول تصبر مشي اليومين هدول واحصد مكاسب من اللي ذكرنا هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان كذلك وشكرا